اهلا وسهلا مرحبا من جديد تحياليكم من السيكل ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة نمشيوا مباشرة البين الناس الكل ينتظر في شهر رمضان ونعرفهم لي قبل شهر رمضان ديما نحضروا رواحنا الدولة والفلاحة وغيروا حظروا رواحهم لي موسم لشهر رمضان المعظم ماخر الاستعدادات قدش بش يوصل كيلو الحم اللي قعدنا نحكي فيها اكثر من مرة الخضراشنية امورها محضروا رواحنا في العظم ولا لا حضرنا لحليب ولا لا هذا الكل مش نحاولوا نحكيوها ونلقاوا الاجابة مع سيئة انيس خرباش نائب رايسة دي حادة تنسي الفلاحة وسيد البحر السباح الخيسيتي صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بيك مرحبا بسي محمد مرحبا بك في مستمعية راديوكم مرحبا شكرا جزيلا بش نبديو بالامطار اذي معرفوا انو شوح الامطار في الفترة الاخيرة خليكم توجهون اداء استغاثة فما زاد لي عديدة زراعات اللي تمنع تعلموكم بها معادش بش تزرعو كيمة تماتم وغيرو اليوم بعد هذه الامطار شنو اللي تنجبتو انقضوا الامخ نحن على كل حال نستبشروا بها الحمد لله معناها اللي منع علينا ربي بالغايف النافع اكيد اليوم ما يخفيش على العديد معناها من الشعب التونسي اللي انه تغيرات المناخية تأثيرها على تونس وتأثيرها على العالم بصفة عامة اه ملف كبير ولكن للأسف لحد الان ما فيماش استراتيجية وافحة لتناول ملفة داي بكل عمق اليوم اه عديد المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية خلال اشهر اوة سبتمبر اكتوبر خرجت بلاغات وتنشرت حتى في العديد من وسائل الاعلام وقالت للفلاحين ما تزرعوش تماتة ما تزرعوش بطاطة ما تزرعوش خبرة اه يهو التعب المائية ناقصة يهو السدود اليوم ما يتعديش معدل متعف 28 الى 30 بالمية معناها مياه اه فيها ايضا نحكيه على نابل اليوم ونحنا في نابل اه معدل تعبات السدود 8 بالمية في نابل معناها شيخ تير اليوم جل المناطق السقوية في نابل وانا معناها هنكلم فيك حتى كاناء برئيس الاتحاد جاوي بنابل زادة انه اه مغلقة اليوم الفلاحين تعاني في ولاية نابل كيفها كما العديد من الفلاحين في الولايات الاخر سواء في سليانة في جندوبة في بيجا اه ملف المياه ملف كبير ملف نحنا حكينا فيه داخل الاتحاد تونسي وقدمنا فيه رؤية على الاقل منفو سنة الفين وسبعتاش لكن للأسف في العشرة سنوات الاخيرة قعدنا نتناولوا معناها في الموضوع ونقعدوا ونتكلموا كل شي ولكن هكم تراو ما فيماش معناها اول شي سيانة للسدود الي عنا ما فيماش ملفات اخرى ايضا ما فيماشها ساقطات اليوم هاللي عملنا خطوة في المياه المعالجة هاللي عملنا خطوة في تحليط المياه العديد معناها من الاقتراحات الاخرى لكن لكن خليني نقول لك جيس امتار الخير هدية ان شاء الله ان شاء الله تنقذنا شوية موسم زراعات الكبرى في بعض الولايات وان شاء الله تخلينا نوفروا الحاجيات متاع الخفروات في شهر رنفة هو اه اه انا كيف تقول لي من عرشتي محمد زد ذايد هولي دي مشكلة كبيرة مهم اذا فمعنا ازمة بتاع مياه ما لازم ناش نزرعه ولا جيني كدولة تقول لي ما تزرعش لطماطم للبطاطا لغيره اي هال نفس الدولة تقول لك شنو تزرع ولا لا هل تقول لك باش مش يعيش كمية زراعش وباش مش يعيش صغار لا لا هي تقول لك الدولة شنو تزرع ولا لا منا شدي انا ابن عن جدة عندي البطاطا ونعمل فоне منتي م合رب الى 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 الدولة خطه حده تقصد في يحكمه دولة خطى هاي حكومه bankrupt هي متعرفش تزرع هي متعرفش تزرع هي متعرفش تزرع تحبه هي تقولك شعنده تقولك احنا كله نهارو نهارو ايه الطماطم مستهلكة مستهلكة للمستهلكة كبير الدلاع ايضا كارثة متعماء قداش نبيعه سدي قدش الدلاع اشي دخل فلوس معناها يعني نزرعوه كاك نملوه بالفجوه لأ ونصدره فيه سي محمد ايه قداش يدخل فلوس وقت لحسبوع اشي دخل لهنا غياب رؤية الحكومة في خارطة فلاحية عنا خارطة فلاحية ما يقول لكمش بربدة ميتة مبو سنوات وزارة الفلاحة والحكوم ما تقولكش شنوه تزرع ما يقولكش وزارة الفلاحة ما تعرفش الفلاحة وزارة التجارة ما تعرف كين تسقق في الاسعار ما يهمهاش يعني شنوه الفلاحة يمشي ببلاغ عملته من دبيت فلاحة شكونا راه فاش قاعد يعني اسمع مرابق السقوية طواني قاعدتوا معناها فوجئت انو منطقة سقوية توين ما عاد السقوية احنا في الوردانين عنا منطقة سقوية اسمها كيك سقوية عندها طوى فلاش نعام ما عادتوا ما فيهاش نكتامة الناس يعني تسقي بالماء متاع الوناس تلندو هكيك راه همش حد فهمت بالك متابعة انه اذكر واني صغير خلايا الارشاد الفلاحي كانت موزعة في كل بر كانت فهم متابعة تهزت جهاز الدولة موجود بتهم فهم حد شيء الارشاد غاية اذا بانت وربك ده براسك وحدك اليوم من الفين وعشرة ونحنا جايين المهندس الفلاحي اليوخرش تقاعد ميتعوافش عنا خلايا ارشاد في مناطق انتاج لاني هكا في نابل سيارة ما فيهمش فيهم رئيس الخالية وحده هو اللي يخدم الاعلاف المدعمة هو اللي يخدم التلقيح هو اللي يخدم ارشاد في بيرويه وينو ما زالوا نحنا كفلاح نظل في سانيتي ويجيني شكون يرشدني وشكون يقول لي ازرع وشكون يقول لي هاو باش تقلس كل فتل انتاج وهو كيفاش تشتعمل تي نحنا حتى من الماتريال الجوتا جوت اللي على اساس رشده بي في استهلاكنا في المياه اليوم في قانون المالية جديد زادونا تيفيا عليه خليني نحكي باللغة العامية بلغة الفلاح اللي ينشري فيها عمليه والبربعمية دينار السنيب خمسمية وخمسين الف قالك لا هذيك موردة ويزم تدفع اداة للدولة ويزم تدفع تيفيا وإلا تستظهر بانفستيسمون في اللابياء شكون اللي يمشي اللابياء تلاف بالمياه فقط من فلاحتنا عندهم اجريمون من اللابياء لانو اللابياء تعتيك لاجريمون اللي يستفمر مئتين مليون الفوق معناها تسعين بالمياه من الفلاحة من صغار الفلاحين في البلاد برا امشي اشري بالتيفياء واشري بالكوبة جيير بخمسمية وخمسين ومع كل احتراماتنا لكل معناها المهن الأخرى اللي يجاي محامي ولا تبيب ولا حاجة مش يستفمر في القطاع الفلاح ويعمل اجريمون في اللابياء مئتين مليون لا يشيرها بربعمية نزيد وندعموه وان شاء الله ان شاء الله يكون هذا يماشي لصالح الدولة وكل شيء فسري على الصوتكم مش مسموعة في فرنسا المعرض انتاع الفلاحة مش حدث وطني وبرك حدث عارق ميه الرئيس يا بطبيدو نهارت اللي الفلاحة يغضبوا هزولوا الفضالات معناها بتاع الحيوانات وصبوهم لو قدام يعني في الطريق اللي قسر الفلاح صوته مسموعة علش انتهم صوتكم مش مسموعة نحنا شوية من الله شوية من عبد الله نحنا نحنا وقت اللي سمعنا صوتنا في الفين وخمستاش في سبتمبر الفين وخمستاش وكنا بالألوفات امام الاتحاد وتم معناه منعنا حتى من الامن وخرجنا كانت عنا حوالي مئة جرار قدام الاتحاد وعندكم التصاور ونمدكم بالفيديوهات وسمعنا صوتنا سمعنا صوتنا للحكومات لكن اليوم صحيح صحيح الفلاح اكبر انسان مسالم في البلاد في تونس وفي غير تونس الله انتهمك اتحاد ايضا ما عطلناش الانتحاد الاتحاد الغيف الاتحاد الاتحاد وضعف تقترحوا ما يسمعكم حد ما يسمعنا حد انتو ما عطلشيوا ومين وما يمشوا ويساء صحيح صحيح لكن قدمنا العديد من الرؤاء اللي اخيف البعض منها لكن ما زال ما زال كيف قدموا الرؤاء مرة واثنين وثلاث وما عنديش نتيجة مش زيد نعود نقعد نقدم رؤاء اخرى فما مراحل اخرى ايو مش نسلموا في قطاعنا مش نسلموا في بلادنا مش نسلموا في انتاجنا الدافع على القطاع هنا الحقيقة فما فيديو اللي شدني في الاوينة الاخيرة فلاح في جندوبة في الحد في ود من ود مليز هبط البقرة متاع منعرفهم ليها العلاف غالي هبط البقرة متاع وباح ووست السوق واخذاء كلبون وهذاك ووست السوق باح بخمسة ملاي ومروح عرضات وديوانة فكتهم فكتهم هاي والفيديو اذاك مصورينه نحنا كإفاعة الفلاح إفاعة الاتحاد تنسل فلاح والسلط هاي ما نتها هل من المعقول اليو هذي يقلنا مش هالي فكله لا لا منهم مش هالي فكله هذي يخدم القانون لا القانون شكون عاملو عاملو قايا سعيد هكا هو شو تهم يقول هو القانون لا يتعرفق بل حتى على البرلمان القدي وحفرنا نحنا في لجنة الفلاح وفي لجنة المالية أنا ذاك وتمسكنا يو اليوم الفلاح يتعامل بالنقد سوافي خلاص خدامته وإلا في شريان ولا بيعان مش معناه أنا نمشي نبيع بجرة مش ناخو شيك ونولي يولي لي معناه يكمل علي إلا يزي أنا نخدم في صندوق تعويب في وسط الرحبة 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 بتاع الأبقار أمبوبة السوق يحل ما دي ساعة متعليق أمبوبة باش تحسب الفلوس تحت منها ما فيمماش يحبوكم في السوق يموك شنأمن في السوق تيوينهم أهلين الأسواق متاعنا ما ولاي بالحق الديواني كان ينجم يسيبه ما ينجمش أما شده أخويا شده طبق القانون عاد كين يطبق القانون وطوى يعادي السوق الكل اللي يشد يخلص على بقية نعتيك ما أدهى فم فلاح من الكيف خدا شهادة المسلك وخرج بالعجول متاعهم من الكيف جابهم السوق الوردية ملقاش الثوم اللي ساعدوا تم راجع بهم شددتوا الدوانة والحرس في مكان من الأماكن قالوا له هذو ممنين جايبهم قالوا لهم ياه هاو جبتوا أنا هاو عندي ورقة المندوبية وكل شي وهم رقمين ما تباعوش يا رجال لا هذو يا ملكيف الوردية كيفاش رديتهم هاو وعليش رديتهم ويفكوا هملو الديوانة ويتباعوا في فرف جمعة قدام عينيه العجل اللي يسوى تسعة ملايين واعتاهو في السوق سبعة ملايين وما باعوش باعدتوا الديوانة بربعة ملايين ونص وادخلنا واتكلم رئيس الاتحاد وكلم مدير عام الدوانة وحكينا عليه وكل شيء وما رقينا حتى حل مش كون اخذام هو سام اللي ينفهم مش كون الشريم في باتة مش مهم في باتة ديوانة في باتة في بالي اراني مشيت شريت هاو في بعرقوب درنير مال هنا فاكولهم اللي بقرر متاحهم وحطوه في الفريال متاع البلدية حداشين يوم اللي بقرر مكلاوش البلدية قتلك أنا ما عنديش مش نوكله أنا جابه أمنه عندي هاو محطو مش نوكل لكن معناها اليوم تو في خلال تو انتم كمنظمة في الحياة تو قدامكم منظومة قانونية اليوم موجودة قائمة الذات ها كيفش تعمل هل الأسواق لازمكم ترجعوها أسواق معناها كونكتي تصورون رحبة رحبة سي محمد تدخل لامين مثلا لامين يدوركم بتي بيو يعني تصور انت يا لامين هيجا مش قيد نسبة الإدماج البنكي في تونس أنا الناس اللي عنده كارت يعني عنده يعني بطاقة بنكية 30% أنا هو اللي تحكي عليه انت تهمه ومش معقول وكفل حين وكفل حين وبحارة أول حاجة تعملها انت كدولة تعمم تعمل تقولاني خلال عام أو عامين مش نوصل أنه 90% أو 95% لأنه فما فئة من المجتمع ما تصلح لهش البطاقة البنكية تعممها على أغلبية الشعب التونسي وتعطيه البطاقة البنكية بلايش بلايش تعطيه باش الناس تولي تتعلم أنه المعاملات ما تكونش نقدية وبعد عمل القوانين أخذ معنا سيد علي باش ناخذ الأخبار بعد شوية ونرجع الحقيقة لأنه بين القانون وبين تطبيقه وبين الواقع وواقع الفلاحة اليوم اللي لايزي تاكلوا معناها غلاء متاع المواد الأولية لايزي القانون اللي هو يمشي بشي حط يبيع بقرة ولا بشي يبيع شوية نعاج ولا شوية لا لشي يفكوهم بالقانون وعينها تتفرج وقعدوا معناها ناجعين كابوتشينو ترجعلكم بعد شوية بعد شوية ترجمة نانسي قنقر الأخبار ارتفع تسعار النفط العالمية في التعامل والتر مبكرة اليوم الاربيعان لتواصل مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين مدعومة بتراجع الدولار وانخفاظ مخزونة الخام الأمريكية بشكل مفاجئ أقرر رئيس حزب التكتل خليل الزاوية اليوم الاربيعان دستور الجديد يتطلب انتخابات رياسية السابقة لأوانها لأن قيس سعيد أدى اليمين على دستور 2014 وفاد أن الدستور الجديد سيؤدي إلى خروج سعيد من الحكم وفق تعبيره أكدت راضي الجر برئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية نظاهرة العنف المسلط على النساء بقيت مرتفعة حيث تعاني النساء من أشكال مختلفة للعنف داخل الأسرة التي أصبحت تصنف فضاء غير آمن للنساء إلى جانب الشارع والوساط المدرسي وفضاءات العمل فاخت مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال شرق المتوسط في تركيا وسوريا 8000 قتل و37000 جريحة رفقتكم حذب بوشيبا إلى اللقاء تابع آخر الأخبار الوطنية والعالمية أهل وسهلا مرحبا مواصل معكم حتى للعشر متاع الصباح ونحكيه على الاستعدادات لشهر رمضان على مستوى الفلاحية أنيس خرباش نائب رئيس التحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبيش نتعدعوا الاستعدادات شهر رمضان بربي فقط لأنهم الحكاية مازماش نتعدعنا برسيو سامحوني على التكارير فيما يتعلق بيه اليوم ناس تمشي للأسواج كيفاش لازمها تتعام معنا أنتوما اليوم فلاح ولا خايف بش يمشي للسوق بش يتعدوا نحنا نقولون لهم يمشيوا للأخطاكم من الخارج القطر نحنا كان عنا اقتراح واضح اليهو اليوم فلاح عنده أكفة متلافة دينار ولا خمسة دينار عنده كيتونس معاه وإلا جابدهم من بنكة وإلا كيباع بقرته خديه توصيله يخويا لا تفقهم له لا ديوانة ولا أمن هذا كمبرر اللي أنه مشي للسوق وباع سلعته ولا غلته ولا خفرته بارل بقر ياه اليوم أنا كي نمشي لبير القسعة ونهز كميون بطاتة ونبيعه بـ 1350 نجي من نوصل القوامة نجيب منه ستة وسبعة ملاي هينش معناه من روحش بيهم أنا فلوسي في دي ولا تعملي بانكة غاديكة في السوق باش نصبهم سير بلاس وإيفاسي محمد قال ياو الشعب التونسي تلافين بالمية الي عندهم معناه كارت بونكير أنا نقول له الفلاحين ليتعدوا بين خمسة وستة بالمية الي عندهم حسابات جارية ويتعاملوا مع البنوك اي اهلي انتي هال منظومة هدية كلي كيه ومن بعد قولي ايجا متهزش 3 و 4 عملي اما انا ايفا عندي توسيلي ولا فاتورتي اللي بعت بها في السوق تفبت المبلغ اللي انا حايزه لتفقهولي للدولة ولا ديوانة هداك حقي ومن حبوش اليوم نزيده نخدمه على التشريد وتفقير الفلاح يزينه من اللي نعانيه فيه هذين انتم اللي تخترحوها مع الارض الواقع سيانيس رام تخرج عندك اكثر مثل ثملاين اسباس في يدك وانتي خارج من باب السوق يفقوهم لك نحنا تناولنا الموضوع دي حتى في لقاءاتنا الاخيرة مع سيدة رئيسة الحكومة وفي صورة ما ما تمش الاستجابة نحنا مش النافلو اللي صالح فلحتنا اللي صالح برلحتنا بكل طرق المشروع على كل الرب يكون في عونكم وكهو تفلاح وكهونا فما ما خاوف في شهر رمضان يعني المواطن يعني حاجات ما يلقاهاش هو كل شي بقدرة رب نحنا اليوم البلاد نحنا اليوم البلاد البشر الوزارات المعنية اي فلاحة وتجارة ولا غيرة حتى مالية وسناعة ليهاش قاعدة لتحب الرنبان ولا حد شي نحنا اللي قاعدين حاسين بالجمر ونحنا قاعدين ننجو ونحنا اللي قاعدين نفلح لأ بكلها تفلح تونسي في شهر رمضان مش يلقى كعبة غلة هيك مش يلقى كعبة برقين بسوم معقول مش يلقى يعني دقلة بسوم مش سوم اللي يسمعو في اللي ذاعة سوم اللي يبدأ مكتوب يعني بالتباشير يعني في البلاكة هذيك علاش ما يلقاهوش مش يلقاه علاش ما يلقاهوش الدقلة بسوم الفلاح اللي قاعد يبيع فيها توا بربعة دينارات في مناطق الانتاج اني توا خمسة سنين التالي وعمري مش ريت الدقلة أقل من 14 وعليش نحنا داخل الاتحاد التونسي لا نسمحها كان عند محمد علي الفرشيشي لا انا انا نعطيك بالارقام ومتاع المجمع المهني متاع الطمور وبيق ارقام الفلاحين تتباع بربعة الاف نحنا كفلاحة قاعدين نبيعوا فيها بربعة الاف في جبلية وفي توزر مناطق الانتاج وافناء الموسم توصل تتباع دقلة النور السمحة بتلاف الاف وخمسة ايه احنا توصلنا ظلم وفوق العشرة لهنا معظلة مسالك التوزيع سي محمد عشرة سنين مسالك التوزيع واللوبيات نمتقدر عليها أقوى من الدولة ايه وين الدولة وين وزار الداخلية وين الرقابة الاقتصادية تي ما هو وزار التجارة حدد سوم تماطم بل فيه وماتين وخمسة وقدام وزار التجارة تماطم تتباع بثلاف الاف ونص ما يحدد البطاطة باربعتاشن مية وخمسة ووصلت البطاطة لثلاف الاف ما يحدد سوم العظم الحارة بحداشن مية واربعين هون انت بيع فوق الخمسة اشن مية وتوى قال لي بيع يستظر بالفاتورة وكيف بعدش يلوج عليه بقداش وكيفاش حدددتو عطيني كيفاش حدددتو حداشن مية واربعين تشاورت معاكم قابل ما عشون تشاورت مالا تشاورت مع نفسها تشاورت مع حيوتها في وسط الوزارة تشاورت مع برواتها المغلقة المظلمة ما تشاورتش معانا هاو نحنا اجتمعنا طو مؤخرا وحينا سعر كلفة البيفا والقيناها ميتين وتلافة وتسعين مليم الميتين وتلافة وتسعين مليم كتزيدهم ربح الفلاح وتزيدهم ربح الدواء خمساش فرنك ناخدوا في خمساشن فرنك قداش الحارة معناها تخرج من عند الفلاح يلزم يلزم الحارة تخرج في حدود تلتاشن مياء من عند الفلاح وتتباع باربعتاشن مياء للمستهلك تباع اكثر طوال من خمساشن مياء وما يمسعرتها بحلش مية واربعين شا عملت شو معناها شعبوية ولا تفحك على رجل جمهورية سيدة وزيرة السابقة ولا يلوزيرة الحالية تعليمات اللي مشيت معناها مغير شوشرة ما وعندك كباش بقداش شريت ها مش الربح زيد وبيعلى روحك معدي التايلة وجعل لك حد لا كاك تولي ناس كل تفوتر يولي مجم الفلاحي بيع بالخسارة والدوار جاء الله وعلي شي فوتر هات نتفكو اليوم نحنا قعدنا تقين الحارة تتكلف ب13 مياء توصل للمستهلك ب14 مياء سعر هالي ب14 مياء وحاسم لوناندي في هذا بذات ونمتابعه عن قرب الشي قولوسي محمد عديلي من غير ما تزيدني خليها ب150-130 من غير ما تزيدني عندي الاستفتاء بعض الاستفتاء فما عندي الانتخابات عليش الاستفتاء نعملو في حجة ما وهذا هو اللي صاير لانو بين كلفة الانتاج بين كلفة الانتاج وبين الواحدة هذي فما واقع يتقال يا سينيسون ما يتقالش هذي يقولوه يجيوا يجتمعوا بهم على مستوى وزارة التجارة عدينا في الأرض ملح ولحب عدينا زاد الاستفاء عدينا عدينا حتى على مستوى الاعلاف اللي يعني الازمة هي ازمة اعلاف بالاساس يجي الازمة العلاف اللي صارت عالمية اصبحت عالمية على مستوى وطني لا ما تزيدش ياعلش ما تزيدش عديلي فترة هذي لا زيادة في الأسعار لا عديلي البنورة يشكون يدفع الفاتورة؟ الفلاح والمستهلك ما زالتش حاجة اخر بس انعديوها بشم عدد داعر؟ بشم عدد داعر؟ اي منواليو اهل الكهف يغموا علينا منفيقوا بعد ما تكمل ايه لكن اليوم عندك منفو مات بدأت تنهار شما ناكلوا الحم يعني من داشرة معناها من داشرة شهر التالي ناخد كلوا الحم من الوردانين بسبب وعشرين دينار اي شمع اللي تعديت في الوكاند اللي فات نقاب خمسة وثلاثين دينار وفما بربعين سي محمد داولة هنا قريب من اللي فاع متاعكم بربعين دينار قاعد يتباع الكيلو الحم علوش لكن الفلاح بقداش يبيع فيه خلينا نكون واضحين نحن اليوم عندنا نقص العلوش على الاقل من عشرين خمسة وعشرين بالمئة والنقص مش يزيد يتعمق معناها مش يزيد يغلق مش يزيد يغلق مش يزيد يغلق الله يطمن قلبك لكن الفلاح بقداش يقاعد يبيع فيه يا لا غالي الززارك يتسلوا قلك برا للسوق وشوف قداش نشري لا لا كل كان نذبح العلوش يعني العلوش من غير ما نغلثوا معاه نعجة ومعاه بطيمة مستحيل نربح سي محمد اليوم العلوش السنوي الكبير قاعدين الفلاح يبيع فيه بثمانية وعشرين دينار كيلو يلزمني أنا عند الززار كي نزيد وهامش ربح متاع عشرين بالمئة نلقاه بثلاثة وثلاثين الف العلوش السنوي نلقاه بثلاثة وثلاثين الف في أقصى الحالات أما هدية أربعين دينار بالنسبة لي نحن أسعار غير مبر الحم البقري الحم البقري صحيح عنا نقص تو لا يتعدى عشر بالمئة لكن وردنا ستة الف عجل في الفين وفين وعشرين وعننا منهم كمية كبيرة مش تحفر رومفان واخدين احتياطاتنا ومش تتفخف السوق في رومفان تفلاح تونسي بقداش يقعد يبيع فيه من واحدة وعشرين إلى أربعة وعشرين دينار أقصى المورد إيهو إتباع في سوم العلوب واشتوا البقري لا اليوم نحن اليوم في دي جران سيرفاس وأنا لحفتها وشفتها ترواكة جورة تالي اللحمة مش تقول كيف اللحمة الهبرة بتسعة وربعين دينار صحيح شنين الأسوية ما دي تي كان نحن معناها قاعدين في مناطق في الأحياة في العاصمة في سكرة يا سيدي فهم مش كون يبيع معناها صنف من الحم البقري بستين دينار الكيلو واكثر من ستين دينار ويني وزار التجار وينيك البلاغات ونهار جل ليه وسمحني جير الحاكم الكل بوليسية وحرصة أمة محمد الكل وهي نهار جاملة تعرف المدائمات يهور على عينينا مهمش قادرين عليهم وأقوى منهم وأقوى من الدولة وأقوى من وزار التجارة اللوبياتي دي قادرين كان على الفلاح لبسيت اللي كما قلت انت خارج من السوق هازز خمسة ولا ست ملين باع بقرات وكل شي وباحهم على فمد ومحم بالخسارة تينا البجرة اللي نشارعها بحدية شبه فناشر مليون باش تنتجني عام ونص وانا نبيع في الحليب بالخسارة باش نكمل نعيش تلاف أربع بجرات الأخرين هزيت بعتك البجرة ديك باش نصرف على عيلتي ونصرف على البجرات الأخرين ولي حاسبهم أنا ولاد من ولادي كالبجرة تدوك وفي اللخر كي نخرج من السوق تفك لي فلوسي أما الناس اللي قاعدة تخدم بالأسوام هدية وبالأسعار هدية حد ما يتلفت لها حد ما يشوفها حد ما يقدر عليها كلمك لش كون موجه لأنه نقابة القصابين تقول لك وأنه اليوم فماش ما عناش أعجول ما عناش معنتها على لش موجودة بيش نجمون نذبحوها ويوجهوا في نداء استيغاثة واستدعوكم انتوما كفلاحين كلمك موجه ليهم هم القصابين ولا لش كون مع العلم أنه غرفة النقابية اللي انتي أشرت لها بتاع القصابين رئيسها ما هو شي ززائي ما عنده حتى محل يخدم كجزائي وأنا حتى أنا نفس المعتلي عندي والسيدة داية ريفوندير وقاعد يشجع اليوم بظهوره اللي أنه هات نجيبه الحم المورد وشنوه الصوم اللي مش تجيبه هاو مش يجيك أغلى تدعمه الدولة وبعد سمحني تدعم الملاحي الأجنبي جيبه أجنبي وتدعمه الدولة ويخلطه مع الحم المحلي ويبيعه بنفس السوق اللي في بالي أنا زاد أنه عنده حنود ززار في مرشي أريانا والله أعلم أنا ريته بعيني غاديكا على كل حال هو يقول اللي يحبه نحن كاتحاد تونسي عنا ما كاتبنا جيوية وما كاتبنا المحلية في كل مناطق شو ليقلق في كلامه نعرفه نحن نعرفه فلاحتنا بقدش يبيع مايتبليش على الفلاحة ويقول الفلاحة قاعدة تبيع بأسعار غالية نحن نبيعه بكل فتل إنتاج وساعات بخسارة يو اليوم يبيع كل الحم ده بربي فش يقول هو سير رئيس غرفة النقابية متع القصابين قال وردوا الحم شكون المستفيد والله لو كان جي تاني كمستهلك مستفيد وقلوا آي آليزي عرفوا عرفوا المستفيد عرفوا لي يخدم عنده عرفوا يعرفوا هو شكون المستفيد شكون المستفيد المستهلك مش يستفيد مش مش يستفيد المستهلك والحمد بره رخيص قداش بيش تجيبه انتي هات نحكو على دعم الانتاج نحكو على دعم الفلاح حاولت يعني حبت يعني باش تتورد يعني الحي ما ثميش الكمية اللي حاشتباها ملقاتش في السوق اللي متعودة مثلا من إسبانيا ملقاتش فاش يجيبوا سي محمد يجيبوا في الـ Air والـ O اي الـ Air والـ O خليل الوضح ما هو تعديل السوق تعديل السوق إذا فم نقص اليوم وتوصل كيلو بتسعة و قريب الخمسين الف ولا ستين الف ما هو لليزم فم التوريد مش يسير التوازن انت القمح ما عادكش باش تورد وردنا العجول وموجودين عند الفلاحة وقريب يحفروا اي من عليش قاعد السبغاني وليش نلقاوها بتصعب سي محمد هذي نفس السؤال هذي نحنا كفلاح نفس السؤال أنا كفلاح نبيع في المحلي بـ 21 دينار ونبيع في المورد بـ 24 دينار ونلقاها بـ 40 ألف يبيع فيه الجزار تي معناه أنا قاعد عندي ستة وسبعة شهور في الجاراج ومربحتش فيه دينار الكيلو شنية المسالك التوزيع هذه بح خلينا تول مش نختمو معاك سيانيس معناتها الحليب الحليب موجود في رمضان مش نلقاو مخزون استراتيجي عنها ولا معناش لا 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 معناش العظم لا خليني نصف دقيقة على الحليب الحليب ما يختلفوش جزوزة وين سلي انه فم أزمة في الحليب عنا نقص اليوم بحوالي 35 دنيا لا يختلفوا يختلفوا الرئيس قال لا الرئيس قال لك عندكم حليب الياغورت وعندكم الحليب هذكا لتعاملوها صفر دسم وربع دسم وما عندكم اش المدعم انتو ما تقولوا فما نقص الرئيس قال لا براوا قنعوه نحن نقولوا فما نقص الرئيس تحمس وليته في كلام والعطرية وكلامه ما يرزم لاش وكلامه ما يرزم لاش كانت تحاد تنسي في لحصة البحري نحن اللي عنا ارقام الانتاج ونحن نعرفوش ننجو وكنا ننجو في مليون وتسعمية وزوز ملايين ايت رحليب يوميا طيو ننجو في مليون وتلافمية ايت رحليب يوميا النقص صوافح على مستوى الانتاج الفلاح عنده عام ونص يبيع بالاخسارة حبه ما نحبه وكره ما نكره الارقام دي موجودة في المجمع المهدي زادوشي فلاح زادوه صنايعية ميتين فرنك باش يلقوا الانتاج اللي يخدموا به في الياغورته في 0% لا استفاد المستهلك ولا استفاد الفلاح والميتين فرنك اللي زادوهم له في 16 نوفمبر في ديسمبر وجانفي زادوه زود زيادات في العلفة ميتين دينار في الترنات شنو اللي يستفاد منو اللقص لحليب متواصل فرتنا في 35% من القطيع متاعنا ياه دمنا دا كان عطيوه فيه البقرة اني الشرابة في 10 مليون ومبيحة ب 6 مليون وب 7 مليون وين مشاه معناها مشاه يتهرب للزال وقلا مشاه بقر يتهرب يتهرب شوف اما انفاق يعني لا يتهرب امام اعين الناس كلي كي يتهرب 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 وين ومال القطيع متاع هذه البقرة الفين 35% في العمل المخناني يعني قدش نتوقع العدد على الاقل 60 الف رأس باعه 60 الف يعني 60 الف رأس مش كل تهريب اما بين التهريب وبين التذبح انا كفلاح 100-100-1000 انا كفلاح نهز ونبيح في الاسواق لكن اللي متأكدين منه شوف الماناة 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 وتفهم برش حاجاته وشوف الماناة تفهم برش حاجاته اليوم الخفروات ان شاء الله ان شاء الله المجموع موفره حاجات رنفان الا مادة البطاطة الا البطاطة لانه الموسم اللي عشناه في ديميل فاندي وخسرنا منه الكافير والبطاطة التيشت وتفقدت والمخاز المحلوش وهذا كله مش يعطيك ارتداد في شهر رنفان واضح دواجن مش تكون متوفرة بحول الله والعظم قاعدين نعملوا في مخزون تعديلي بـ 24 مليون الى 30 مليون مش يخلينا نوفره الكميات اللي هزماء من الطلب شكرا لك سيانيس خرباش ناب رئيس الاتحاد تنصي الفلاح والصيد البحري الوضع هي صعيبة بين القانون تفرض عليه في حاجاته في الاثنان اللي حضرته لبلاتفورم اللي هم يحزنون فما مشاكل على مستوى الارقام ورؤية الدولة اليوم ورؤية الناس اللي تحكم اليوم في الفلاح الفلاح يقولك انا راني ما عنديش راني قاعد ننتج بالناقص وما عنديش فلوس وفي المقابل يقولك لا انتي عندكم ومحتكر واحنا ضايعين كمواطنين اللي يشوف كميونو متاع حليبة طابت في الحليب وكانوا اللي نجري وراه والله يا البيارح ما تعدي في تونس العاصم ريت دوبة حلو في جرون سيفاس يعني انت عايش اللينا في الكابون وتطلعت يعني انا في تونس العاصمة تشري في الحليب من العاصم ليش عملنا لك حاجة اخرى تفقد الحليب في القهوي تفقد في النزل علش السيح اللي جاي بالوروية يشرف في الحليب مداعع علش اللي في القهوة يعمل في القهوة فلاك بربعاليف وبحو سليف يشرف في الحليب مداعع حتى الدولة اللي هكا تحب هي تتخلى على دعم وتحب الفلاح يبقى طول عمره هو يخدم صندوقنا ان شاء الله صوتكم يوصل الى الناس اللي تحكم انتم كمنظمة فلاحية انت عندك ستيك انا عندك زوزك استيك انا قصباك مخزونة مخزون تعديلية مخزون تعديلية على كل شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لسي محمد شكرا لكل الفريق روحك هاو قبل ما روحوا الله يلحبوا ونترحموا على روح زميلنا نظم الهاني الله يرحموا ينعموا زمينا الجميع في اذاعة ثقافية اذاعة ثقافية اذاعة ثقافية انا واحد من الناس البارح نحكي نواياه هل تصلنا حتى بزوجته معناها وتصلنا زوجته تاخدام غاديكا وزملائنا في اذاعة ثقافية قيمته الصباح زوجته كريس كاردياك قاتوا فارق الحياة الله يرحموا ينعم نقول كليمة أنا عديد جزء من عمري في مؤسسة الإذاعة التونسية هو هي اللي الموت حق نجم يقولك يعني ما دخلها الإذاعة لا يخدم فيه كما المؤسسة اللي خدمت فيها تقصف الواحد تقتل الإنسان بالعرق افهم علشاني هجيت هجيت اهربت بجلدي ما حبيتش في اللخ رنوفة بورقة يعلقوها في الباب وين المدخل بتاع الجاراج يكتبوا فيها انتقل إلى رحمة الله فلان الفلاني وموكب الدفن في الجبادة الفلانية بتاريخ كذا لذاك هو تعدي عمرك بعد يختصروك في ورقة تتعلق على صبورة مجحولة في المدخل متاع الجاراج المناخ متاع العمل في اللذاعة التونسية هو مناخ سام ناظم هاني كل ملايكة كل ملايكة انا وقت اللي تعرض للمحنة انه تعدات غناية تعدات يعني هو في باله ولنصة غناية اطلعت تسجيل اللي اللي مبرمج فيه معناها آهات جنسية دوة انا غير ما حكيت معها ناظم واني فيه شمس تبلانجيت ودفعت عليه قلت ما يلزمش ناظم هاني يمشي كبش في داع وتعرض البرشة ظلم برشة ظلم كيفاش مات براهيم خسومة مات في داره ومعناه يقول لك ايه مات بالجاز ولا مات اما هل الناس تعلم انه براهيم خسومة قعد مش خالص يخدم بي جي ست في التلفزة وفي اللي ذاعة وفي المجلة قعد مش خالص يعني المدة اشهر واشهر اللي كاري من عنده قالوا مش اللملك ده مش كون طيشه هذي الظروف اللي الناس خد محمد الهدف كان زميلنا في اللي ذاعة وبعد مش هالجارة الصحافة خيمات وقعد يعني فقدوها صدقاؤه فاقوا بيه بعد نهارين او ثلاثة من وفاته الا ما طلعت يعني الريحة من الشقة لا يسكن فيها انموتوا سامحني كلا قطاطس لمني تلفتنها مناخ العمل متاع الصحافي في البلاد هذية مناخ قاتل رحم الله العزيز نظم الهاني فلتكن بسلام حبيبي الغالي وانا حبك برشا وزملائك يحبوك برشا معنا هذا الجميل شوفك الوجه المزيان الله يرحمه يناعمه رحم الله زميل العزيز نظم الهاني اشتركوا في القناة